نمر الآن إلى simple trusses سنحاول نناقش بعض التصميم للtrusses لو أخذنا المثال الأول هذا وطبقت force في النقطة B زي ما تشوفوا هنا رح يصير فيه تشوه يعني التصميم هنا خطأ الأفضل أنه truss بيكون متكون من مثلثات لو طبقت force هنا الأعضاء الموجودة هنا رح تقاوم إما بيصير فيها بعدين ضغط أو بيصير فيها شد حسب القوى المطبقة عليها simple truss is constructed by successively adding two members and one connection to the basic triangle truss لو أنا عندي هنا basic triangle المثلث هذا الأصلي بعدين أضيف له عذوين two members and one connection D وأواصل بالطريقة هذه أيضا هنا أقدر أضيف بالطريقة هذه بالطريقة هذه دايما عذوين ومفصل أو جوينت عذوين ومفصل أو جوينت بالطريقة هذه يكون دايما التصميم بالنسبة للترس سليم لكن في بعض الحالات قد تكون عندي أربع أعضاء زي الحالة هذه لو تركتها لحالها أقصد الأعضاء مرسومة بالطريقة هذه أيضا لو طبقت عليها force رح يصير في تشوه هنا لكن لو عايز أصلح المشكلة يكفي أني أربطها مع مفاصل أخرى مثلا الB والD هنا عشان أحل بها المشكلة هذه وينفع هنا تصمم بالطريقة هذه في سيمبل ترس M تساوي 2M-3 M هي عدد الأعضاء وبالنسبة للN هي عدد المفاصل أو الجوينت ترس مادة من سيمبل ترس compound truss are statically determinate rigid and completely constrained عشان يكون تصميمي صح لازم يكون rigid ويكون completely constrained لكن حكاية statically determinate لو توفرت عندي الكنديشن هذه M تساوي 2N-3 يعني عدد الأعضاء يساوي مرتين عدد المفاصل ناقص ثلاثة فأنت بتتكلم هنا على statically determinate لكن لو عدد المامبرز أكبر من مرتين عدد النوت ناقص ثلاثة فأنت هنا بتتكلم على statically undeterminate وهنا في structural analysis واحد واثنين إن شاء الله بتدرسوا فيها statically undeterminate structures إيش الفرق بين الأولى والثانية أنه هنا في عضو تم إضافته لو أضفنا العضو هذا تصبح M أكبر من مرتين ضرب النوت أو جوينس ناقص ثلاثة وهنا ندخل في قسم statically undeterminate structures وهو ليس موضوعنا بالنسبة لمقرر الستاتيك إحنا رح نهتم بس بالترسز اللي بتكون فيهم M بتساوي 2N-3 ثلاثة في قسم بنسميه non-rigid وrigid عموما النون ريجد يكون التصميم فيه خطأ لأنه لو أنا طبقت فرصة هنا رح يصير فيه تحرك بالنسبة للسيبورت الرولر سيبورت هذا في هذا الاتجاه ويتم انهيار المبنى لكن لو عايز أصلح المشكلة هذه يجب علي أني أجي هنا وأغير زي ما تشوفوا نوعية السيبورت في النقطة F أغير الرولر بPinned في الحالة هذه يصبح التصميم ريجد لكن لو حسبت M رح أجدها أقل من 2N-4 هنا لو حسبت M رح أجدها أقل من 2N-3 طبعا هنا 3 لأنه عندي هنا ردد فعل واحدة وهنا رددتين فعل وهنا عندي 2 في الأف و2 في الأي فتصبح هنا أربعة زي ما شفنا هنا يعني أحيانا أكون مجبر أني أغير نوع السيبورت عشان يصبح structure متاعي تصبح ريجد عشان أتحصل على الثلاثة أشياء هذه عموما لازم تكون عندي M plus R بتساوي 2N M يعني هو عدد الأعضاء R هو عدد الرياكشنز أو ردات الفعل و N هو عدد النوت لو خذت مثلا المثال هذا وحسبت عدد الأعضاء رح أجدهم 27 مع عندي هنا 2 رياكشنز وهنا 1 رياكشنز مع ثلاثة وأحسب الآن عدد النوتس هذن رح أجدهم 15 2 ضرب 15 بتساوي 30 يعني توفرت عندي M plus R بتساوي 2N يعني أنا عندي structure structurally determined determinate وrigid وcompletely constrainate شكرا على الانتباه